بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنشوف إزاي الواحد يكتسب سفا جديدة في الأول لازم تكون مقتنع ان الحاجات اللي انت اولادت بها لازم هي اللي تموت بها لأ انت ممكن ان تكتسب صفات جديدة ممكن ان تكتسب عداء جديدة العداء جديدة دي ممكن تغير حياتك تماما يعني مثلا تعلمت عدة مثلا الكرم حياتك تغيرت تعلمت علم جديد تعلمت لغة تعلمت برمجة تعلمت كمبيوتر تعلمت اي هواية انت عايزها خليتك تستمتع يعني مثلا تعلمت هواية الصيد ويتمستمتع بيها فرفعت انتجاتك في الشركة لان انت مصرح نفسيا تعلمت بنجبونج تعلمت سواية عجل اي حاجة تعلمها هتفر معاك كتير جدا فانت لازم يكون عندك قناعة ان انت تدور على الصفات كويسة والعادات كويسة وتفتسبها وان ده حاجة ممكنة وسهل جدا انت تتسب صفة جديدة يمكن هو صعب وبنتكلم في طرق ديها في دروس ثانية ان انت تتخلص من عادة قديمة ده بيحتاج استراتيجيات ويحتاج الطرق وبس يعني بتاخد فترة اطول شي شيء بسيط يعني لو ده هيخد مثلا عشرة ايام التاني ممكن ناخد مثلا 15 يوم طيب خلينا ناخد دليل من السنة ان الكلام ده ممكن ادلة افترة جدا طبعا الصحابة كلهم اتغيروا مية يعني اتغيروا تماما بسبب الاسلام يعني لهم عادات معينة هتخلصوا منها نشرب الخمر ووقد البنات والسرقة والحاجة كلها وتخلصوا منها تماما اول ما الاسلام جيه بس احنا هناخد حديثين صغار اول حديث اللي هو ايه نمل علم بالتعلم والنمل حلم بالتحلم ام اه يعني لو انت شفت تصفة حلوة عند واحد حاولت تعلم زيه وهتلاقي نسبة تصفHe واحد مثلا حاليه مهادي انت خلال برضو حالي مهادي واحد بيتكلم بلغة عربية وفصحة حاول تتعلم منه وحاول شوف كتب حاول ان انت ت握ذه كتب حاول ان انت تتخذ كتب وريك وس ہےتلاقي نسبة تقدم تصفة tecnologia واحد عنده علم وواحد عنده زوق يعني لقيت واحد مثلا بيتكلم بسلوب راكية او بالألفاز كويسه ممكن تعمل زي واحد مثلا بيبرمج وعجبتك البرمجة شوفه واخد ايه وابدأ زيه انما العلم بتتعلم وانما الحلم بتتعلم بان انت بتقلد حاجة بسيطة وحاجة بسيطة لحد ما انت بقى زيه بالظبط ان عباس كان طفل صغير وادأ يشوف العلماء بعملوا ايه وقال لواحد صاحبه تعالى ان نطلب العلم فقال لعم يعني الناس هتسيب كل العلماء دول وهي تطلبه من احنا سيبنا نلعب شوية ان عباس طلب علم وبقى هو العلم كبير الحديث الثاني اول يعني في صحيح مسلم جزء الاول اشج باني عبد قايس رسول السلام قال لواحد ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والاناة قال اصفتين جبلين الله عليهما ام اكتسبتوهما يعني الصفتين دول قالوا بل جبالك الله عليهم يعني دول موجودين عندك من اول فقال الحمد لله الذي وفقني لو يحبه الله ورسوله فرسوله ما قالوا ان في بعض الصفات مكتسبة وفي بعض الصفات الواحد بيتولد بيها طيب الواحد يبدأ ازاي؟ اول حاجة ابدأ ببساطة ابدأ بخطوات صغيرة ما تبدأش ان انا عايز مسلا اتعلم انجليزي انا عايز اتكلم زي فلان الفلاني ده يا عم هو مولود الطفل الصغير بيبدأ حاجة بواحدة واحدة بتعلم كلمة كلمة وانا بتابع مع ابني ففي فترة معينة ما بيقداش يقول لغة كلمة واحدة في بعد كده بشهرين بدأ يتكلم يحط كلمتين مع بعض بعدين وفين بعد ثلاث شهور يبدأ يحط ثلاث كلمات ورا بعض برضو انت جاهدة هتبدأ واحدة واحدة ابدأ كل يوم خمس دايق في نفس الوقت يعني كل يوم ساعة اتنين بالليل مثلا او احسن وقتا بعد فجر اتعلم بس ايه؟ انا خمس دايق هتعلم اللغة دي هبدأ ببساطة وتدور على كتاب مثلا يكون معمول للاطفال اللي عايشين في امريكا ما تدورش على كتاب عربي عساس ان انت تعيش في الجو لازم تبدأ بخطوات صغيرة ما تقولش لا ده انا لازم اعزف بتوفني النهاردة لا ابدأ واحدة واحدة ابدأ واحدة واحدة عايش تلعب رياضة ابدأ رياضة خفيفة لو بدأت اول يوم جابد ممكن يجيلك شدة عضلة ويجيلك تماثر في الارباطة حقا ان ربنا يسطر ابدأ واحدة واحدة ابدأ صغير ومن حسابك ان انت بعد شهرة تبقى كبير بس لازم تبدأ حاجة بسيطة جدا ما تخدش مطاب بحماس ان انت تروح داخل بقوة ابدأ النهاردة ما تتعودش تاخد وقتك لا طب احنا ممكن يميل لأ شمال يعني انا عادت خمس سنين يفكر نواة عالم جرافيك لا استريد ماكس بيكسب اكتر لا استريد شبك كان افضل لا استريد شبك كان افضل لا استريد شبك كان زمان في خمس سنين دورت عالم كلهم هو عمل شطة نفسه ويسأل يمين ويسأل شمال ويروح يمين ويروح شمال ابدأ ادور على حد الشكلية حد يكون همته عالية وحد يكون كويس وحد مدع لاش وقتك لو لديك اي حد صاحبك بيدع لك وقتك او بيرشدك على الشر ابد عنه لو لديك اختيار ابد عنه لو مجبر عليه مثلا زمان في الشغل حاول تخلي العاقة محدودة لان الوقت ده تحسب عليه والعمر هتحسب عليه فحاول ان انت تصاحب الناس كويس تصاحب الناس اللي عندها هدف ورؤية وعايز تغير نفسها حاول ان انت تستمتع يعني لو انت بتعلم حاجة حاول تخلي فيها زي ممكن تعلم انجليزي بان انت تتفرر على افلام كارتون لان كارتون بينطق بالراحة فهده هيخليك مستمتع ممكن انت مكونش تحب الكارتون ممكن انت مثلا بتحب افلام الحرب عامات تانية خلاص دور عليها وهو تتفرر عليها القصد ان انت وانت بتعلم تستمتع ممكن انت تكون بتستمتع فعلا بان انت تتبع النشرة فدور على بيب السميل انجليزي يعني دور علي الحاجة اللي انت وتعملها تبقى مستمتع يعني متقدرش نفسك ومتخليش نفسك عملت أصل لنفسك لامونا تصل لنفسك لامونا لا حاول تدور ايه الحاجة اللي انت تتعلم بها الحاجة دي وانت مستمتع يعني فاردة مثلا انت بتعلم فيزياء مثلا ممكن تدور على حد يكون اسلوبه حلو في الفيزياء في مثلا موقع زي سلمان خيال مثلا فيها على اليوتيوب فتستمتع انت بتضحك يعني حتى انا مثلا لما بحاول لعمل شرح لأي برنامج لازم كده تلاقي فيه نقطة في النص فيه حاجة في النص بحيس ان الواحد يبقى ريفريش ما بقاش نايم تخيل نفسك بعد كده هتبقى عامل ازاي يعني حاول تتخيل النهاجة يعني فيه حاجة كده مثلا تعلمناه في التنمية البشرية الا وهي ان انت تبدأ من نهاية تخيل نفسك بعد ما وصلت للحاجة دي هشعرك ازاي لو انت مثلا بيت مبرمج وبقى لك مرتب كويس لو انت بيت تكون كذا لغة لو انت فعلا بيت وزير مثلا لو انت بيت مهندس يعني حاول تتخيل ده بيديك دافع بيديك حاجة قوي جدا اول ما تبدأ انت قلت هبدأ مثلا شهر اتعلم ببرمجة مثلا البرمجة بتعلم في سنين ما فيش حاجة اسمها في شهر بس انت قلت هبدأ شهر كده شوف ايه للنظام ما تقفش بعد يوما لليومين لاني في حاجة مفينتهاش لا انت اسأل عن احسن كتاب وافضل كتاب وابدأ فيه تمام لازم تبدأ و لازم تت اخر حاجة حاول تكافئ نفسك يعني يبقى فيه زي حافز كده على فترات صغيرة ممكن مثلا انا هكافئ نفس النهاردة فعلا لو ذاكرة الجزء دوت او لو حفظت مثلا النهاردة صور كده انا هكافئ نفسي بان انا هجب لنفسي ايس كريم او ان انا هخرج النهاردة مع صحابي وابقى التزم مع نفسي لو عملت الحاجة دي فعلا هناخده مكافئة لو ما عملتهاش مش هاخد الحاجة ديت فده يعتبر زي قابلية دي هتديك دافع ان انت فعلا تعمل تكتسب العدد ديت واحدة واحدة هتلاقي نفسك بقى اصبح عندك عددات جيدة ان انت مثلا كل يوم مثلا بتكرا قرآن كل يوم مثلا بتكرا كتاب معين كل يوم مثلا بتمشي حاجة معينة اتمنى يكون الكلام ده مفيد واتمنى الناس فعلا انا واحد الناس عندي صفات كترة سيئة وعندي صفات عايزة اكتسبة كويسة نبدأ مع بعض ونشجع بعض ان شاء الله والف شكرا لكم وعجبك الفيديو عم الشير